اشتركوا في القناة على رعاية هذه الفعالية المهمة منذ انطلاقتها قبل عشرين عاما معبرا عن بالغ تقديره وشكره للحكومة الموقرة لموافقتها على تأسيس الاتحاد الخليجي للتكرير ومقره مملكة البحرين معا من أجل التمييز في الصناعة والحكومة والتعليم هو الشعار الذي حمله مؤتمر الشرق الأوسط العاشر للتكرير والبترو كيمويات بيترو تيك 2016 لمواكبة ما تحقق من نجاح في قطاع البترو كيمويات الهام في المنطقة وقد أناب سموه رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لافتتاح هذا المؤتمر الهام الذي تحضره العديد من الشركات العالمية والخليجية والذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز نلتقي اليوم في معرض بيترو تيك لعام 2016 وهو معرض يقام كل سنتين ونتشرف بأن يكون تحت رعاية كريمة من لدن صاحب اسم الملك لرئيس الوزراء الموقر ويأتي المعرض والمؤتمر هذا العام مع توقع لتوازن قطاع النفط وهناك ارتفاع طفيف في الأسعار ومتوقع مع حلول عام 2017 يرى سوق النفط انتعاش في زيادة أسعار النفط وأشهد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بالجهود المبدولة التي قامت بها الشركات النفطية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز ريادة دول مجلس التعاون في مجال صناعة التكرير مؤكدا على أنه ورغم الانخفاض في أسعار النفط الخام العالمية عن مستوياتها القياسية إلا أن قطاع التكرير قدم فرصة غير مسبوقة للتوسع وزيادة في الأرباح وذكر معاليه أن مملكة البحرين تركز بشكل متزايد على قدرات قطاع التكرير والتي شكلت فيه استثماراتنا لأكثر من 60% من إجمال عائدات التصدير في السنوات الأخيرة في هذا التجمع نجد كثير من الشركات الخليجية تلتقي وهي في مجال التكرير وفي تركيماويات لتبادل الخبرات والنظرة للمستقبل وتبادل الآراء في مستقبل إنتاج التكرير والتقنيات المستخدمة وقد حقدت الجلسة الافتتاحية التنفيذية العامة للمؤتمر تحت شعار التراجع الاقتصادي وتأثيره على صناعات النفط التحويلية شارك فيها المهندس أمين الناصر الرئيس وكبير التنفيذيين الإداريين لشركة أرامكو السعودية والسيد نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والسيد لافان مارتن العضو المنتدب لمجموعة بوستن الاستثمارات هذا وسيواصل المؤتمر أعماله بعقد مزيد من ورشات العمل بمشاركة شركات عالمية وخليجية في مجال البترو كيمويات لكي تعم الفائدة وتتشارك التجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى في مجال البترو كيمويات عامر لعتوم لمركز الأخبار تلفزيون البحرين هذا وقال مع الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أنه يتوقع تلقي عروض الأعمال لهندسة والتوريد والبناء لمشروع توسعة مصفات شركة نفط البحرين بابكو بنهاية العام الحالي وخلال مؤتمر الشرق الأوسط العاشر للتكرير والبترو كيمويات أشار وزير النفط إلى أن الأعمال التمهيدية لتوسعة مصفات سترة قد تمت بالفعل موضحا أن خط أنابيب جديد لنقل النفط بين السعودية والبحرين سيدخل الخدمة في العام 2018 ما سيساعد في تغذية التوسعة وفي السياق اعتبر معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط الخام العالمية عن مستوياتها القياسية لأن قطاع التكرير قدم فرصة غير مسبوقة للتوسع وزيادة في الأرباح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر